دينا الشيربيني تحتفل بالعام الجديد بطريقتها الخاصة قدمت وصلة راكس برفقة صديقتها ياسمي الرئيس أثارت الجدل بفستان جريء من اللون الأسود إليكم في هذه الحلقة تفاصيل احتفال دينا الشيربيني ظهرت دينا الشيربيني عبر حسابها على انستجرام في مقطع مصور برفقة صديقتها ياسمي الرئيس وكانت كل منهما تحتفل بالعام الجديد في أجواء مرحة وبسيطة الرقص والغناء كان جزءاً أساسياً من السحرة ظهرت دينا وهي مرتدية فستاناً أذيقاً من اللون الأسود لكن الفستان كان جريئاً وعارياً من منطقة الصدر والكتفين ووضعت مكياجاً بسيطاً يناسب احتفالها في المنزل تداول رواد السوشال ميديا المقطع وأبدى عدد كبير منهم إعجابهم بعلاقة دينا وصديقتها ياسمي الرئيس وتمنوا لهما عاماً سعيداً منئاً بالأعمال الفنية الجديدة دينا الشيربيني لها العديد من الصداقات في الوسط الفني وأكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن أصدقاءها المقربين في عالم الفن ياسمي الرئيس ومايا دياب فعلاقتهما تجاوزت العشر سنوات دينا الشيربيني لمع نجمها خلال السنوات الماضية بعدما قدمت عدداً كبيراً من الأعمال للدرامية المميزة وكانت حريصة في كل مرة على تقديم أدوار مختلفة لتنال إعجاب الجمهور عاشت دينا الشيربيني العديد من المواقف الصعبة بعد إعلان علاقتها بالفنان عمرو دياب حيث واجهت انتقادات كبيرة في بداية علاقتها به بسبب فارق العمر بينهما لكنهما تجاهل الأمر وعاشت معه عدة السنوات في هدوء واستقرار لكن بشكل مفاجئ أعلن انفصالهما وتردد أن السبب في ذلك رغبة دينا في إقامة حفل صفاف كبير يجمع النجوم والمشاهير وقيل أيضاً أن دينا كانت ترغب في اتخاذ خطوة الحمل وتكوين أسره وهذا ما يتنافى تماماً مع اتفاقها مع الهضبة في بداية علاقتهما ورغم كل ما تم تداوله لكن دينا رفضت الكشف عن تفاصيل هذه القصة وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها ترجمة نانسي قنقر